بكل أحوالك بكل أحوالك ربي بك عليم يا عبد الله ربي بك عليم يا عبد الله ليس بغافل عنك أبدا قال الله تعالى وما تكون في شأن انظر إلى هذه الآية الجامعة وما تكون في شأن في أي شأن من شؤونك وما تطلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل يعني وأنت في أي شأن من شؤونك تأكل تشرب تلعب تجري تروح تجي تقف تخطب تتكلم تدرس تسمع درس خصوصي تنظر إلى مباراة قرآن في أي شأن من شؤونك وما تكون في شأن وخص القرآن بالذكر تنبيئا مع أنه داخل في الأول وما تطلو منه من قرآن وما تطلو منه من قرآن للحس على أنك وأنت تقرأ الله يراقبك ومطلع عليك وما تطلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل أي عمل كان أي عمل كان إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وأنتم في العمل وداخلون فيه وأنتم تتكلمون وأنتم تذهبون وتغدون وأنتم تتلون القرآن وأنتم في أي شأن من شؤونكم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من متقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى فلنكن دائماً على حضر من الله سبحانه وعلى أمل في الله سبحانه وعلى انتظار للفرج من الله سبحانه وعلى دعاء لربنا سبحانه وتعالى اعمل بمقتضى قوله وما كنا عن الخلق غافلين